قبل ايام استقبلت مستشفيات عدن العشرات من حالات الاصابة بتسمم قيل انه نتاج مواد كحولية مغشوشة خلال ثلاثة ايام توفي العديد منهم بدى الامر وكأنه دبر بليل وقيل ان هناك جهات تستهدف عدن وشبابها تداعيات الموقف انتهت الى فتح تحقيقات في الامر اول المحققين كان العقيد فضل صايل مدير ادارة مكافحة المخدرات بامن عدن بعد ايام فقط من فتح باب التحقيق مسلحون مجهولون يغتالون العقيد فيصل في حي الممدارة ويلوذون بالفرار لازم من تضافر القهود السلطة المحلية الاجهزة الامنية رجال العلم رجال الدين كل منظمات المجتمع المدني لانها الظاهرة تتخل في البيت والفاتورة ستكون كبيرة الامر لا يحتاج الى ذكاء وتحليل للقول بان الجهة المسؤولة او التي تقف وراء الاغتيال تريد التستر على جريمة المواد القاتلة التي تستهدف بها ابناء عدن ليس هذا كل ما في الامر طبعا فالجلي ايضا ان الجهة تنفذ عملياتها دون مضايقات او تخوف من اجهزة الامن التي لم تعلق على امر اغتيال العقيد فيصل واثنين من مرافقيه الاغتيال ايضا يأتي ضمن سلسلة من الاغتيالات التي تجتاح عدن منذ الانتهاء من تحريرها وتستهدف رجال دين وقيادات في حزب الاصلاح ومسؤولين امنيين محسوبين على الشرعية قبل حادثة الاغتيال هذه كانت تقارير صحفية قد كشفت للملأ قيام دولة الامارات باستئجار مرتزقة وشركة امنية لتنفيذ اغتيالات في العاصمة المؤقتة كشف الامر ومر دون ان يستوقف احدا ولو بتعليق بسيط والنتيجة ان ما يحدث في عدن حرب واضح من يقوم بها ومن تستهدف وواضح ايضا انها ستستمر طالما الا احد حتى الان قرر التدخل لوقفها